الحقيقة إن انتخابات مجلس النواب 2020 هو استحقاق دستوري بينتظره الكل في الداخل المصري وأيضا ربما الأنظار العالمية تنظر إلى مصر لإكمال هذا الاستحقاق الدستوري في ظل عدد من الأمور الطرأة كفيروس كورونا والإجراءات المتخذة لتلافي الإصابة أو انتشار العدوى في ظل هذا الانتخاب مرة أخرى بيعود إلينا من بني سويف إبراهيم عزة إبراهيم أهلا بك شكرا جزيلا لك نانسي هذه محافظة بني سويف واحدة من بين 14 محافظة ستنطلق خلالها غدا بإذن الله بحلول التاسع صباحا الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب الصورة العامة هنا هناك بعض الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها القطاعات المختلفة إن كانت الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية فتأتي على رأس هذه الأولويات ربما غرفة العمليات التي انعقدت في المحافظة وسيترأسها السيد المحافظ وكذلك بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية هناك مزلات تم تجهزها أمام اللجان المختلفة في هذه المحافظة ولكن دعينا أن نتطرج بصورة أكثر تفصيلية عن هذه المحافظة وتنافس على بأي مقاعد خلال الانتخابات القادمة نتحدث على أربع دوائر متوجدة هنا في محافظة بني سويف بداية الدائرة الأولى وبتضم مركز وبندر بني سويف ومخصص لها مقعدين في مجلس النواب ويتنافس على هذا المقعدين 24 مرشحاً أما الدائرة الثانية وتضم مركزي الوسطى وناصر ومخصص لها مقعدين ويتنافس على هذين المقعدين 32 مرشحاً أما الدائرة الثالثة ومقرها أهناسيا ومخصص لها مقعد ويتنافس على هذا المقعد سبعة مرشحين في هذه الدائرة أما الدائرة الرابعة والأخيرة هنا في محافظة بني سويف هي بتضم بيبة وصمسطة والفشن ومخصص لها ثلاث مقاعد ويتنافس على هذه المقعد 28 مرشحاً أما إذا تحدثنا بصورة أكثر تفصيلية عن إجمال عدد المرشحين هنا في محافظة بني سويف 91 مرشح في أربع دوائر كما ذكرناهم بيئة تفصيل قبل قليل والمقاعد هناك ثمانية مقاعد للفرد وثمانية مقاعد للقائمة أما إذا انتقلنا بالحديث عن القائمة فهنا يوجد قائمتين بتتنافس في هذه الانتخابات القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر هذه القوائم التي لها نصيب تمانية مقاعد من يعني محافظة بني سويف لها نصيب تمانية مقاعد من هذه القوائم وهناك استعدادات ربما تم رفع حالة الاستعداد القصوى من قبل جميع الأجهزة تجاه هذا الاستحقاق الدستوري الذي سينطلق غدا ويستمر لمدة يومين اثنين هنا في محافظة بني سويف فضلا عن المحافظات الأخرى في الجولة الأولى هذه هي الصورة زميلة نانسي وأعود إليك بالكلمة مرة أخرى إبراهيم أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل وبالتأكيد سنكون مستمرين معك على مدار الساعات القادمة وأيضا غد وبعد غد أنا بشكرك شكرا جزيلا مرسل إكسترانيوز إبراهيم عزة كنت معنا من بني سويد